قصة فتاة في زمن النبوة وقصة فتاة في زمن الحداثة أما التي في زمن النبوة فهي جارية معاوية بن الحكم رضي الله عنه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أين الله فقالت في السماء وأما التي في زمن الحداثة بي فتاة سويدية غير مسلمة شهدت متأثرة بسماع تلاوة القرآن المنبعثة من بيت أحد جيرانها كانت تأثرها مزيجا من الابتسام والفرح والبكاء والتأوغ كانت متأثرة إلى الحد الذي جعلها تقلد المسلمين في سجودهم فيا ترى من أنبأ فتاة زمن النبوة بأن الله في السماء ومن أنبأ فتاة زمن الحداثة التي تعيش في أبهى دول العالم وأكثرها رفاهية بأن هذا الكلام الذي تسمعه ليس كلاما بشريا إنها الفطرة الفطرة التي تقود الإنسان بتلقائية تامة إلى إجابات أو انفعالات خلقت في أصل كينونته كما تعيد هاتفك المحمول إلى طبض إعدادات المصنع الذي خرج منه ولله المثل الأعلى فيعود الهاتف إلى طبيعته كيوم صنعه يعود بعدما تناوبت عليه الفيروسات والآفات التي تصيبه بالخلل أو الخرف وتعيقه عن أدائه الطبيعي وعلى ذلك فقس إنحراف الملاحدة والمثليين والمتحولين جنسيا ومن يتزوجون الحيوانات وغيرهم ممن يمارسون صورا من الانتكاس الفطري فما أدلة الوحيين على أن الإسلام دين الفطرة؟ وهل هذه الأدلة تجعل الإسلام هو الأولى بالاتباع؟ وهل الحياء من الفطرة؟ وما دور الحياء في تقويم السلوك؟ الإسلام ودين الفطرة بين تحديات المسلمين وشدود الفاسدين حلقة اليوم من برنامج محكمات على شاشة قناة كنقاف مع ضيف الدائم للبرنامج الدكتور عطية عدلان مرحبا بكم دكتور عطية مع حلقة اليوم نتكلم عن الفطرة أو الإسلام ودين الفطرة ما معنى هذه العبارة؟ الإسلام ودين الفطرة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصورة 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 الله الإسلام ودين الفطرة بمعنى أن الله تبارك وتعالى فطر العبادة على الإسلام فطر العبادة على الاستسلام لله تبارك وتعالى الله عز وجل فطر العبادة على معرفته وحبه وتوحيده وطاعته وعبادته الله تبارك وتعالى فطر العبادة على خلقة وأنشأهم أول مرة على خلقة قابلة لهذا قابلة لتلقي الأمر السماء وتنفيذه وأيضا لها معنى أيضا أو من معناها أيضا أن الإسلام جاء موافقا لهذه الفطرة أن الإسلام جاء موافقا للفطرة موافقا لفطرة الله التي فطر الناس عليها ولذلك أو ربما هذا بالتأكيد هذا هو السر في الانسجام التام بين طبيعة الإنسان ودين الإسلام انسجام تام لماذا مصدر هذا الانسجام التام هو أن الله عز وجل فطر العبادة على عبادته وتوحيده والاستسلام والطاعة له وأن الإسلام جاء بشريعته موافقة لخلقة هذا الإنسان وطبيعته ومن ثم وقع هذا الانسجام فالإسلام ودين الفطرة نعم طب دكتور هل يصح الاجتهاد في باب الإسلام أو في باب الفطرة يعني يستطيع الإنسان يقول يا أخي إذا خالف الإنسان الفطرة فهذا باب اجتهاد وباب حرية والإنسان يعني لم يضر غيره فهو حر في نفسه ولا الأمر محكم من كل جوانبه طبعا الفطرة كون هذه الحقيقة كون الإسلام دين الفطرة وكون الإنسان فوطر على الإسلام هذه من المحكمات وعليها من الأدلة الكثير من كتب الله وسلم فهذا من المحكمات لكن هذا المحكم لا يتحلل ولا يتفسخ وإنما هذا المحكم يعتبر سندا ودليلا لمن ينحرف عن الفطرة في طباعه وفي تعاطيه يعني مثلا على سبيل المثال هذه النزعات المثلية المثلية أن يتزوج الرجل رجلا وأن تتزوج المرأة مرأة تمام؟ وغير ذلك من ألوان الشزوز والانحراف وهذا الذي يغير نفسه من طبيعته التي خلق عليه رجل إلى أنسة وهذه من أنسة إلى رجل وما كانت تفعله العرف في الجهلية أنه يتكون آذرا العام هذا كله التغيير لخلق الله تبارك وتعالى بما في ذلك أيضا كمان الدعوة إلى السفور والتبرج والاختلاط الفاحش الذي يخرج المرأة عن طبيعتها وعن فطرتها كميالة ونزاعة بطبيعته إلى الستر والعفاف والوقار والحشمة والاحتجاب تمام؟ كذلك أيضا الدعوة إلى الإلحاد وإلى الكفر بالخالق سبحانه وتعالى وهذا أيضا منافر للفطرة فالأمور المنافر الفطرة في زماننا هذا كثيرة جدا جدا الإلحاد، الصفسطة، السفور، الشزوز الجنسي المثلية كل هذا منافر للفطرة فتعتبر الفطرة سندا ومعتمدا كون نقول إن الإسلام دين الفطرة وإن الفطرة من الإسلام والواجب على المحافظة على الفطرة هذا سند ومعتمد للرد على المنحرفين لكن الله عز وجل أخذ على الناس عهدا أنهم مفطورين على الإسلام وأن الإسلام دين الفطرة طبعا هذا مخصوص عليه في كتاب الله يتورك تعالى في سورة الأعراف قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستوا ربكم؟ قالوا بلى شاهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فالآية الكريمة يعني واضحة الدلالة وسواء فهمنا وسواء كان فيها مجاز أو كانت حقيقة أن الله بالفعل كما جاء عن ابن عباس وغيره وكما مال إليه في التفسير ابن جليل وابن كثير وغيرهما من مفسرين بالمأثور مال إلى أن هذه حقيقة واقعة أن الله عز وجل أو أن النص صريح وواضح في دلالته أن الله أخذ من ذرية آدم استخرج من صلبه كل ذرية ذرأها إلى يوم الدين ثم خاطبهم قبلا ألستوا ربكم؟ قالوا بلى و الله على كل شيء قدير و هذا يعني يعلم الله عز وجل كيف كان الله هو الذي يعلمه فلا نسأل هذه الكيفية الله عز وجل على كل شيء قدير فهذا اتجاه حتى ولو قلنا بالمجاز و قلنا إنها تعني الفطرة فهو نفس المعنى أيضا موجود كما قال تبارك وتعالى في سورة أخرى في سورة الروم قال عز وجل فأقب وجاكل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم سماه الأولى الحنيف و في الآخر القيم نعم فالدين الذي سميه في أولى الآية حنيفا و في آخرها القيم يعني المستقيم الصلاة المستقيم هذا الدين هو فطرة الله تبارك فأقب وجاكل الدين حنيفا فطرة الله يعني الله عز وجل خاطب الأمة أنسيروا على هذا الخط المستقيم الطريق المستقيم نعم أقب وجاكل الدين حنيفا فطرة الله من صبع للإغراء يعني تمسكوا بفطرة الله التي الموافقة لهذا الدين وكأن الله عز وجل يقول إذا انحرفتم إلى الشرك فعودوا بالحنيفية إلى الإسلام وإذا انحرفتم عن الضلالة عودوا إلى الهدى فأقم وجاكل الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله وفي الحديث الصحيح ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء يعني بيضرب المثل بذلك أن الله عز وجل إيه يعني خلق البهيمة تنزل ومطن أمها جمعاء سليمة من كل شيء بين السمع والبصر والأذن وكل شيء هل تحسون فيها من جدعاء يعني هي أنتو بتنزل مجدوعة الأنف أو مقطوعة الأذن كما تفعلون بها يعني الأصل أن الإنسان يخلق سليما سويا صفحة بيضاء مفطورا يخلق مفطورا على معرفة الله جهاز استقباله سليم جهاز الاستقبال إلا ربنا صمموا فيه عشان يستقبل الخطاب السماوي ويستقبل أمر الله سبحانه وتعالى ويستجب له هذا الجهاز سليم السؤال الذي يطرح نفسه دكتور أنه لماذا ليست اليهودية ونصرانية هي دين الحنيفية الله عز وجل قال يعني في الكتاب هم يقولون كنوا هودا أو نصارى تهتدوا نعم وقال تعالى وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحنيفية السمحة هي دين الإبراهيم وهي دين الإسلام هو دين كل الأنبياء قال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحين إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الدين في أصله واحد لكن الشرائع يعني الله عز وجل شرع لكل أمة شريعة فهي شيء من الاختلاف عن الأخرى لكن الدين التوحيد والعقيدة وأصول الأخلاق وأصول العبادات كلها في الأصل واحدة يعني موسى أرسل إلى قومه بالإسلام وعيسى بالإسلام نعم نعم وداود بالإسلام لاختلافة الشرائع الشرائع نثل أنه كان يجوز عندهم التمثيل لا يجوز عندنا التمثيل يجوز عندهم بهذا النوع قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومن يزغ من الله يبراهيم ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الأخير المصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فالإسلام دين كل الأنبياء ومن ثم فهو دين الفطرة لكن الدين المحرف ليس دين الفطرة الدين المحرف المبدل وقد نص الكتاب العزيز نص القرآن الكريم على أن هذه الكتب حرفت وبدلت وأنهم كتبوا غيرها من عند أنفسهم وبدلوه وحرفوها ومن ثم فليس دين الفطرة إنما الإسلام وحده هو الذي ينفرد بهذه الصفة أنه دين الفطرة التي فطر الله العباد عليها طيب إذا كان الله عز وجل يعني الناس فطروا على معرفة الله عز وجل لماذا الدلائل والأدلة على أن نعرف الناس بالله عز وجل إذن أمر يعني فطري لا هو من فض الله علينا ومن نعمة الله علينا برغم يعني قيام دليل الفطرة وقيام دليل العقل برغم أن الله عز وجل فطرنا على توحيده وعبادته وأخذ العهد والمثاقة علينا قبل أن نأتي إلى هذه الحياة وبرغم قيام الحجج العقلية وأن الله خلق لنا عقلا وجعله قادر على أن يميز بين الحق والباطل وبين الصحيح والخطأ وأقام الأدلة في كونه شاهدة على عظمته وعلى قدرته وعلى إرادته وعلمه وعلى حكمته ورحمته وعلى وجوده وحدنياته برغم أن هذه الأدلة قائمة في حياة الناس وفي كل شيء برغم ذلك كله فالله عز وجل رحمة بالعباد لا يحاسبهم ولا يلقى عليهم المسؤولية إلا بعد قيام الحجة الرسالية إلا بعد قيام الحجة الرسالية قال تعالى ورسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فبعد قيام الحجة الرسالية يكون عند إذن المؤخذة ويكون الحساب ويكون الجزاء لكن قبل ذلك لا هذا رحمة الله تباك وتعالى بيها لذلك الله عز وجل ذكر في مبدء سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان نعم و فيه دلالة على أن نعم ما شاء الله يعني هذه الجملة القرآين البسيطة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فالقرآن مصدره الرحمن والإنسان مصدره الرحمن فوحدة المصدر تعني لابد من الانسجام من الإينسجام بينما كل ما صدر عن هذا المصدر الواحد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فالقرآن من الرحمن والإنسان من الرحمن القرآن كلام الرحمن والإنسان خلق الرحمن ففي انسجام بينهم فالمصدر الواحد عندئذ لابد أن يكون هناك الإنسجام ومن ثم الإنسجام بين القرآن والإنسان إنسجام تام هذا الإنسجام التام على فكرة هو منبع هو ينبوع مقاصد الشريعة كلها ولذلك حتى كمان الإمام رحمه الله الإمام الطهر بن عشور اعتبر أن الفطرة منبع مقاصد الشريعة منبع مقاصد الشريعة الإسلامية وركز على الفطرة بكونها منبع كثير من المقاصد وعتبرها منبع مقصد الحرية ومقصد المساواة ومقصد السماحة والعدالة فالفطرة بالفعل ينبوح مقاصد الشريعة معنى أن العدل أصلا جزء من فطرة الإنسان من فطرة الإنسان وكذلك الحرية لكن بالمفهوم الذي أراده الله عز وجل لا الذي أراده الغرب ليشويه هذه الفطرة طبعا بطبيعة لذلك السؤال هل هناك مشويهات غير المجتمع يعني المجتمع يقوم بتشويه الفطرة مثلا تجد المتبرجات تجد المجتمع أصبح يسلم لهذا الأمر فهل المجتمع قاصر أو الإعلام بس قاصر على أنه يشويه الفطرة على فكرة يعني يوجد في الغرب من تحدث عن الفطرة أنا قرأت كلام لتومس جيفرسون وهو يتحدث عن هذه الفطرة كلام والله يقوله يعني طبعا تمس جيفرس ما كانش مسلم كما يردع البعض يعني هو كان من الموحدين يعني وكان رجل عاقل أو معتدل يعني هو أحد الأباء بل هو الذي كتب الدستور الأمريكي بيده أحد الأباء المؤسسين قال أطلعه كلاما طيما جدا جدا في كلام على الفطرة طبيعة الإنسان والقاضية التي رفضت القاضية أمريكية رفضت الاعتراب بالمثلية ورفضت أن تحكم بهذا القانون وقالت أنه مصادم للفطرة وطبيعة الإنسان فالفطرة ناطقة الفطرة فصيحة الفطرة ظاهرة ليست مبهمة كل الناس تفهم لغة الفطرة كل الناس بطبيعتها الإنسان اللي هي الناس الطبيعية تدرك الفطرة تماما لكن الفطرة يأتي عليها مشوهات من إي من أمريل الشبهات والشهوات يأتي عليها من أمريل اتنين من مصري اتنين من الشبهات والشهوات والفطرة بطبعتها نور نور تمام كما أن البرهان نور ولذلك إيه ولذلك فصلوا قول الله تعالى نور من سورة النور نور على نور قالوا نور الشريعة على نور الفطرة نعم نور الشريعة على نور الفطرة فالفطرة ناطقة وفصيحة وظاهرة وواضحة ويعني حتى إني يعني السلام من الفطرة والجماء من الفطرة والاستقامة من الفطرة والرحمة من الفطرة والعدل من الفطرة والحرية من الفطرة والعبودية لله من الفطرة كل هذا من الفطرة واضح وظاهر وصريح حتى مخالفة الأمر هذا يعني الظلم وأن هذا قهر ما يقبله الناس ولا تقبله الفطرة السوية لا تقبله طبيعة الناس ولا تقبله الفطرة السوية حتى كمان يعني أريد أن أقول لك شيء آخر الغرب نفسه بنى الفكر الحريات وحقوق الإنسان على قانون سماء القانون الطبيعي القانون الطبيعي ما هو القانون الطبيعي القانون الطبيعي أخذوه من استقوه من الفكر الرواقيين فكر الرواقيين الفكر القديم الفكر اليونان يعني فالرواقيين هم أصحاب القول بالقانون الطبيعي ما قالوا القانون الطبيعي هذا هو القانون الإلهي لكنه لم يرسل به الرسل ولا الأنبياء إنما هو جاءنا بإلهام الفطرة وتنور العقل فقالوا إن هذه بالفطرة الإنسان يدرك بالفطرة أن الحرية مطلب إنساني وحق إنساني وأن العدالة حق إنساني وأن الظلم مرفوض وأن الـ وهكذا فهم نفسهم قالوا هذا الكلام لكن طبعا أمور أخرى هم يخارفون بعد ذلك قولهم نعم لذلك يعني يحضر في ذهني موقف آدم عليه السلام لما خالف أمر الله عز وجل ثم تكشفت عورة آدم آدم ما تعلم من الله عز وجل أنه نعم صحيح يعني الحياء نفسه من الفطرة أي نعم يعني من أمور الفطرة الكبرى الحياء الإنسان مفطور على الحياء والمرأة مفطور على الحياء والإنسان كله عموما مفطور على الستر والحياء يعني سيدنا آدم آدم وحواء عليهما السلام لما حصل إيه ومجرد أن شعر أن عورتهما قد انكشفت وأن لهم عورة وسوءة قبل ما يعني تعلموا شيء طبيعي تلقائي طفق يخصفان عليهما مورق الجنة طفق يخصفان عليهما مورق الجنة في الحال في اللحظة ذاتها تعلموا هذا فطريا طبيعيا فالحياء والستر والعفاف فطرة في الإنسان ولذلك عنا مفروض يعني يجب أن نستسمن هذه الفطرة والفطرة نفسها سلاح مع الدعاء وأهل الحق ومع المسلمين يعني عندما نقول إن الإسلام دين الفطرة فدي سلاح كبير جدا جدا سلاح مفيد أو طاقة دافعة أو داعم من أكبر الداعي أنت معك كمسلم داعي إلى الله عز وجل والأمة الإسلامية كأمة يعني رائدة وداعي إلى الله عز وجل وفيها الفطرة السوية أصلا عندها الجهاز سليم معها عدة كبيرة أولا معها الكتاب الهادي معها القرآن الكريم الفرقان الذي يفرق الله به بالحق والباطل النور وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا روحا من أمرنا روح حياه يعني ما كنت تري من الكتاب الأمنا لكن جعلناه نورا نهدمي من نشأه من عبادنا وإنك الله تهدي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمنفصوله وهدى رحمة للمؤمنين فأنت معاك القرآن معاك المنهج الرباني ومعاك الفطرة السليمة لدى البشر الفطرة نفسها فعندما تخاطب بهذه الفطرة المغروسة في قلوب العباد فإن الاستجابة تكون قريبة إن شاء الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والأغضب الأسباب والإخلاص في العمل ربك سبحانه وتعالى فهذه طاقة حتى في تربيت الأولاد نعم لكن قبل تربيت الأولاد دكتور حتى غير المسلم حينما يسمع المعاني اللي لم يسمحها في الغرب عنده مثلا امرأة كانت يعني تمشي أكرمكم الله في مسألة الزنا ثم لما علمت أن هناك زوج ويهتم بالأسرة فبدأت لا تتصور هذا المشهد فكذلك الغرب عنده هذا لكن يحتاج إلى المربي أو الداعية لو تكلمنا على أن دور الداعية في غير المسلمين ثم بعد ذلك ننتقل إلى دور المربي في البيئة المسلمة هو الغرب الآن يشعر بالمرارة ويشعر بأن هناك شيئا يفتقده في الحياة يعني الفكر الغربي استطاع أن يجعل الناس عبارة عن ذرات عبارة عن ذرات الأب الأم الأولاد كلهم في اتجاه فالمكون البشر عبارة عن ذرات والدولة هي الإله الدولة هي الدولة المهيمة على كل شيء على فكرة الدولة في الغربي يعني برغم الحريات الدولة مهيمة الدولة ليس فقط مهيمة الدولة في الغربي إله تعالى الله تعالى الله تعالى لا إله إلا الله الدولة في الغربي يؤلهون الدولة فهي متحكمة في كل شيء والناس كلهم ذرات طيب الأسرة والزوج والزوجة وما بينهما والقوامة والتربية هذه الفطرة التي ركبها الله في الأسرة نفسها وكون الأسرة بيئة وزوجة رجل وامرأة ثم أبناء فهذا التكوين نفسه في الغرب مفكك وذلك هذا يعني هم يعني من المشكلات التي يعانون منها هي إيه هي انفرات الأخلاقي والتفكك الأسري والمخدرات والجريمة ها والإصراف في مع إيه مع أن النزع المادية مهيمن على السلوكيات البشرية كلها الداعي المسلم معه الداعي المسلم معه معه خطاب القرآن ومعه الفطرة بخطاب القرآن يخاطب الفطرة لكن المهم كيف يدخل الداعية على الناس هذا هو الشيء المهم كيف يدخل عليهم وكيف يخاطبهم وكيف يتدسسوا ويتسللوا إلى قلوبهم ويخاطب فطرتهم ومن أين يأتيهم ومن أي باب يدخل عليهم هذا هو هو المطلوب نعم طب دكتور عطية يعني تجد أن الغرب بدأ يرسخ بعض القوانين المخالفة للفطرة والآن بدأ ينجر هذه أو تنجر هذه القوانين من خلال هيئة الأمم المتحدة إلى أنه يعني تكون جزء من المجتمع المسلم بعضهم لما تكلمهم مثلاً أنه ما يجوز هذا القول أنه يخالف الفطرة فيقول يا أخي حر وأن هذا لا يضر غيري كوني أنا اللي تحولت كوني أنا اللي مثلاً شيئت أن أكون مثلي ما الضابط في مسألة أنه حتى لو كانت الدولة تقر هذا الأمر وهو مخالف للفطرة فما هو قول الإسلام في ذلك هذه مشكلة يعني ده كلام ده بيذكرني بمؤتمر السكان اللي عقد في مصر سنة 94 تقريباً مؤتمر السكان مؤتمر السكان هذا اللي هو يعني تحت مضلة منقشة مشكلة السكان اللي هي أصلاً في مشكلة أصلاً بس حالة خلق العباد وقدر لهم أقوتهم قال تعالى وقدر فيها أقوتها ربنا لما خلق الأرض قدر فيها أقوتها ففيش مشكلة يعني نظرية الندر هذه بتاعت مالثس واللي بان علىها الغرب اقتصاده فترة طويلة من الزمان اللي هي اللي بتقول أن الأرض مش مكفية الناس لا الله صحيحة الله قدر أقوت العباد فيها فتحت مضلة أزمة السكان هذه يمررون إيه يمررون توصيات لهذه الحكومات تتبع لهم طبعاً بطبعة الحال هذه الحكومات هذه الحكومات لا تمثلنا إلا بقدر ما كان يمثلنا المندوق السام البلطاني مثلاً أو يمثلنا نيثنيها أو ترامب الآن فهذه الحكومات توصيات بإيه إيه علاج مشكلة السكان تنظيم الناس تحديد الناس مقاومة مش عارف إيه ومنها ومنها الإيه الإباحة الإباحة الشزوز الجنسي والمثلية وهذه الأمور ليه عشان ما يباش كل الأمور بقى أسر وإنتاج أولادهم إلى ذلك وهذا الحقيقة أنا قرأت مش عاوزين الأسر اللي بتنجي عيال دي تتعملين نجيل من الإيه صحيح وأنا قرأت في الصين الآن أنهم بدأوا يعالجون المشكلة اللي أخذوها قبل أو قرار اللي أخذوها قبل ستين سنة أنه ينظموا أنه بدأ التشيخ مسألة الأطفال أصبح ما في إنتاج مستمر فأصبح عندهم إشكالية وهذا مخالف للفطرة لكن دكتور عطية ختاما ماذا توصي المسلمين في أن يتمسكوا بهذا المحكم وهو الإسلام ودين الفطرة والله أنا أوصي نفسي والمسلمين أن نحافظ أولا على مخزون الفطرة حقيقة يعني أن نحافظ على مخزون الفطرة هذا وأن نأخذ بكل الأسباب التي تحفظ فطرتنا سليمة إلى حد إيه إلى حد أنه عندما نقول الحياء من الفطرة يجب أن نحافظ على هذه الطاقة عندما كان مثلا أحد من الناس يعاتبوا ابنه على أنه كان حييا يقول دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير دعه فإن الحياة لا يأتي والقرآن علمنا أن نعلم أولادنا إذا بلغوا أوقات معين أن لا يدخلوا فيها ثلاثة عورات لكم ليس عليكم ثلاثة عورات يعني هذه الأوقات لا يدخل الأولاد فيها لأنها ما ظنت أن يطلع على العورة فتخدش حيائه إذا كثر خدش الحياء فإن مخزون هذا الحياء الذي يحفظ الإنسان ويقيمه على صراط المستقيم يتبدد يجب أن نحفظ على فترتنا ولا ألا نلوّسها وأنا ابتعد عن كل ما يشوش على هذه الفطرة لأن هذه الفطرة هي إيه هي صمام الأمان صمام الأمان للأجيال للفرد وللمجتمع نعم هذه وثم بعد ذلك نحفظ عليها وأيضا نحثن استثمار هذه الفطرة نحثن استثمارها في الدعوة إلى الله وفي تربية النشئ وفي إقامة الحج على الخصوم لأنها طاقة دافعة للخيل دائما يعني باستقامة الفطرة في الإنسان تستقيم الأسرة ثم يستقيم المجتمع فتستقيم الدولة نعم شكرا دكتور عطية سطرت الكثير من مقولات الملاحدة وهم على حافة الموت وسوادهم الأعظم كان يعترف بالحقيقة التي ظل يذكرها طيلة حياته فهي مقابلة في مجلة في مجلة أمريكية تحدثت ابنة الدكتاتور الشرعي الروسي جوزيف ستلين عن لحظة موت أبيها فقالت لقد كانت ميتة أبي شنيعة ففي لحظة موته فتح عينيه فجأة وحملق في الموجودين بنظرة جنونية وغاضبة وأومى بيده اليسرى إلى شيء ما يحوم فوقنا وكانت إيماءة تهديد ثم أسلم الروح وأيضا يقول مؤسس كنيسة عبادة الشيطان كان يصرخ عند موته ويقول ماذا فعلت؟ لقد ارتكبت خطأا جسيما وكان يطلب الصفحة والغفران من الله تعالى فالفطرة كأمواج البحر العالية إذا سرت في اتجاهها فستكون في أمان تام وإذا سرت عكسها فهو هلاكك المحقق إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا نشكركم على حسن المتابعة إلى أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة